فإذن زيارة القبور فيها فوائد عظيمة جداً لكن أيضاً حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور منها النهي عن الصلاة في المقابر قال الأرض كلها مسجد إلا المغبرة والحمام إذن لا تجلو الصلاة في المخبرة كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور لما ذكرت له أم سلم و أم حبيبة رضي الله عنهما لما كانت في الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة قال فيها صور فقال أن أولئك الشرار القوم كان إذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدة إذن نهى عن بناء المساجد على القبور نهى عن بناء القبور وتعظيمها ورفعها ونهى عن التجسيس أن يوضع الجس على القبر نهى عن ارتفاعها عن الأرض وفي حديث أبي الهياج الأسدي قال له علي رضي الله عنه ألا أرسلك بما أرسلني به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال لا تجد صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته نزلت في الأرض ارتفاع طبيعي فقط حتى يعلم أنه قبر فلا يجلس عليه ولا يهان ولا يمشى فوقه ولا كذا لكن ما يرفع زيادة وذا قال أهل العلم التراب الذي يخرج من القبر هو الذي يعود فيه فقط ما يزاد عليه تراب آخر عندما ندفن الميت نهى عن إسراج القبور اتخاذ السرج على القبور نهى عن الدعاء تخصيص الدعاء عند القبر من الدعاء عند القبر أفضل من الدعاء عن بعد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء الأموات من دون الله تبارك وتعالى نهى أن يكتب على القبر النعي هو فلان ابن فلان ابن فلان له من الأعمال واحد اثنين ثلاثة ويكتب فيه شعرا أو غير ذلك من الأمور كذا هذا منهى عنه واختلف أهل العلم في الكتابة كتابة الاسم ووقت الدفن ووقت الموت أكثر أهل العلم أجازوا ذلك وضع علامة أن هذا قبر أو إشارة بأي شيء أنه يشير أن هذا قبر فلان يعرفون القبر ويكتب اسمه مثلا أو تارك وفاته لا بأس لكن لا يزاد على ذلك هذا قول أكثر راهي ببعض حتى يمنع الكتابة باب سدد رائع في هذه المسألة وجاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم أنها أن يبنى عن القبر وأن يكتب أنها الكتابة على القبر لكن الكتابة فيها ضعف في الرواية على كل حال هذا كله يعني من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعظيم القبر خشية أن تعبد من دون الله تبارك وتعالى إذا تقول عائشة ولذلك أخفى قبره ولو شاء لأبرزه دفن في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم ولا أبرز قبره حتى يزوره الناس ويتعبدون عنده لا دفن في بيت عائشة ما هن يستطيع أن يدخل إلى بيت عائشة رضي الله دفن هناك صلى الله عليه وسلم وإذا قال لا تتخذوا قبر عيدا يتقصدونه في الزيارة ونهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيدخل فيه ما نهي عنه شد الرحال إلى القبور وغير ذلك فالشاهد من هذا أن القبور في الإسلام هي أماكن دفن الموت فقط لا تعظم لا تدعى لا يتعبد عند الله عندها أبدا إنه لا يتعبد لله عندها أبدا وإنما القبر هو قبر مكان يدفن فيه الميت بحيث يحترم هذا الميت ولا يأتيه أذى وانتهى الأمر فقط أمن ويتخذ إلها من دون الله فهذه مصيبة عاذا الله وإياكم منها